اصمعوا يا حكام فخوري بدو اعدم بلنا نعلق مش ناتو ولا عذب الاسيان لازم نعدو فخوري مطالبة من المحكم العسكرية اول شيء هو العقاب بالاعدام لعامر الفخوري ولكل امثاله اللي داخل لبنان او اللي خارج لبنان اللي عم بيحاولوا انه يمصحوا ملفاتهم ليرجعوا يرجعون على لبنان وما منقبل اقل من الحكم الاعدام وعلنا تم احضار الموقوف العمير عامل في خوري على الساعة عشرة قدام قاضي التحقيق نجاد ابو شارى موقوفا طبعا كان هناك محامل لبناني موجود حيا مبارف اسم وابتدأت الجلسة ابتدأت الجلسة مما يعني لحد هلأ الاستجواب ماشي لم يستمهل لتوكيل محامل لم يطلق تأجيل الجلسة يعني الجلسة هلأ بعدها ماشي وبعد فيها وقت يمكن لا تخلص لأنه عم تستجوب هلأ الرئيسي نجاد ابو شارى بالملف المحال فيه هو موقوفا من الأمن العام فعم تستجوبوا هلأ بهالجرائم وهالجرائم فيها أشياء جنحية فيها أشياء جنائية بالقصص الجنحية باعتقد فيه أشياء ثبت كثير و أهمها استقصالوا على الجنسية الأسرائيلية